قال القيادي السابق في الحراك الجنوبي عبد الكريم قاسم في حوار مع برنامج البوصلة إن الانتقال يحاول تنصيب نفسه ممثلا للشعب في الجنوب مؤكدا أن الجنوب لكل أبنائه ولا يحق للانتقال إدعاء تمفيله الحقيقة هذه الدعوة ليست الأولى بالنسبة للانتقال للحوار هي تقريبا السابعة للأسف نحن منذ تشكل الانتقالي ونحن نخوض صراعات معارف مع الانتقالي فيما يتعلق باحتكار تمثيل القضية الجنوبية لذلك كنا نقول أن الجنوب لكل أبنائه ولا يحق لأي مكون سياسي أن ينفرد باحتكار تمثيل القضية الجنوبية وضف القيادي السابق في الحراك الجنوبية عبد الكريم قاسم أن هناك العديد من المكونات السياسية الفاعلة في الجنوب قاطعت حوار الانتقالي الذي حاول من خلاله ضم المكونات الجنوبية تحت رايته الانتقالي دعا للحوار من سترة الأخيرة وقاطعته مجموعة من المكونات الفاعلة في الساحة الجنوبية واعترضت على هذه الدعوة لأنها دعوة حقيقة ليس لجمع المختلف معك في الجؤية ولكن كما تضح من المخرجات هذا اللقاء أن الغرب من ذلك كان ما يمكن دمجه من بقية المكونات للانتقالي وخرج الانتقالي بهيكلته وترك بقية المكونات الأخرى خارج الحسابات وأكد القيادي السابق في الحراك الجنوبية عبد الكريم قاسم أن الانتقالي وصل إلى طريق مسدود مع المكونات الجنوبية الانتقالي هو يعيش حالة في أزمة وأوصل نفسه إلى هذه الأزمة أنه خلال الفترة التي تشكل فيها ونحن نعرف كيف تشكل الانتقالي ومن شكل هذه الميليشيات التي يقودها وكيف وصل إلى مجلس القيادة الرئاسي الانتقالي وصل إلى طريق مسدود مع بقية المكونات ومعظم العمل الذي كان يقوم بالانتقالي خلال فترة موجودة في عدن أثبت فشلاً ذريعاً بحيث أنه لم يستطع أن يقدم شيء للمواطن الذي مناه في عودة الجنوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر